هذا ويعد القرار السيادي والتاريخي الحكيم لجلالة الملك المفدى بإعلان اتفاق تأييد السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل يعد قوة دافعة جديدة وقيمة مضافة للأمن والتنمية والاستقرار في ربوع المنطقة يبحر السلام في سفينتنا وربانها قائدنا لترفرف رايته عاليا في سماء مملكتنا بقيادة حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه واتخاذه خطوة تأييد السلام تدل على حكمته الهدفة إلى إرساء أسس السلام وهو النهج الأصيل لمملكة البحرين الخطوة التاريخية المتمثلة في إعلان تأييد السلام مع دولة إسرائيل تؤكد على نهج جلالة الملك المفدى في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط النظرة الواقعية للمشهد الأقليمي تجعلنا ندرك أن حكمة جلالته وتعاطيه بمنظور مختلف مع التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية الراهنة ستسهم في إشاعة السلام في عموم المنطقة ككل بعدما عانت لعقود من تبعات الحروب والصراعات السلام هو عنوان التنمية والازدهار والقرار الشجاع لجلالة الملك المفدى سيفتح أبواب العلاقات وسيسهم في تحقيق أفق متقدمة لمختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ويزيد من الاستقرار والأمن والرخاء في المنطقة خطوة مهمة اتخذتها مملكة البحرين ستفتح آفاق السلم بالمنطقة وتمنح الأمل للأجيال الشابة من أجل حياة يسودها الأمن ويعمها الاستقرار ومستقبل أفضل لشعوب دول المنطقة